يا المشبه من بره واشحوالك من داخل مثال ينطبق كلية على هذا الصرح التجاري الضخم أول ما تدخله تقابلك هذه العتامة ظلام دامس، محلات المغلقة، مصاعد كهربائية متوقفة ووضع مزرن المشكلة الأساسي لو موجود حاليا في المركز التجاري هذا هو مشكلة بداية التسيير على المركز العقاري شريت على أساس مطعم أكيد قدمت الميلة الفتاعي لدائرة قال لك بل لي هذا المركز هذا يفتقد إلى شهادة المطابقة الضلماء في الدروج الضلماء أقشم بالله غير كي تجيطالع غير تخاف شركة الدار الدولية سيدار انسحبت من تسيير المركز التجاري دون سابق إنذار رأيت قول بدأت تسير تاعة وخلاص يتسير تاعة سحاب يؤكد المحامي وليد رحموني عدم قانونيته نظام الملكي المشتركة في الزاير هذه حاجة جديدة كان نظام الملكي المشتركة من بكري كان تسير الدولة الو بي جي داكو ميدوكا ولا كين دي بروموتور ويني رياليزيو دي برو جي هكذا كبار اللي فيهم دي بارتي بريفاتي فيهم أجزاء خاصة وفيهم أجزاء عامة هنا القانون راه واضح المرقي العقاري تبقى لنص المادة 2 وستين ورحي واضحة من القانون 11-04 تحبون بعد نعطيكم نصها منها تلزم المرقي العقاري باش يسير سنتين بعد بيع آخر جزمة حاولنا الاتصال بصدار إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل كان يمكن لمول المحمدية هذا أن يكون جوهرات التجارة بالعاصمة إلا أن الإهمال وصل به إلى هذا الحال لتبقى القضية للمتابعة ترجمة نانسي قنقر